حالات الجديدة المضافة المسجلة 48 حالة وبالتالي يصل إجمال عدد الحالات في المملكة 392 حالة مؤكدة الصحة السعودية تعلن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتحذر من الاستهدار بالتعليمات الفيروس قتل اليوم 800 شخص فيها رغم الإغلاق لماذا يستمر كورونا في حصد الأرواح في إيطاليا حوالي المليار شخص تحت الحجر في العالم في منازلهم لوقف انتشار الفيروس ترامب يعلنوا مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا وسباق محموم بين علماء العالم لاكتشاف لقاح مضاد لكورونا إلى أي مدى اقتربوا من الهدف المنتظر ومع انتشار كورونا في فرنسا جأن كان السينمائي يفتح أبوابه للمشردين بدل النجوم